الاستماع بشرط التفاهم عندي فدفذلك مهمة شوفوا ان اكون مستمعا متفهما الاصغاء زائد تفاهم خب الاصغاء شيء يمكن الانسان يدرك خارجيا يبين انه انا جاي اصغي استمع يوم ما استمع اما من وين يبين انه انا متفهم يوم متفهم من وين يبين اقول ما يبين ما يبين على الوجه وعلى الملامح الاصغاء عملية خارجية التفاهم قضية فكرية داخلية كيف يمكن هذا الشرط الثاني في التواصل السليم الاصغاء بقيد التفاهم خب الغربيين جعلوا آلية لإثبات هذا الامر يقولون يقولون شنو حقيقي موضوع اظن شيء جيد ومهم يقولون انا لما احتي نص ساعة صحيح بعدين انت تريد تحكي تردني ها قبل ما تردني لازم تقرر كلامي كله مو سنو ساعة تقرر بس فحوى كلامي روح الكلام لازم تقولي يا تقولي انت قالت كذا ولازم يكون تقريرك لكلامي قبل ان تردني تقريرك يكون مرضي عندي هذه آلية جيدة انصافا فدمشكلة اكو في النقاشات انا احتي داك يجاوبني جواب ثاني انا جاي عبارة انعرفتشي داك عبارة انعرفتش مشكلة اصلا ما فاهم فانت عيني ليش تحتي كلامك لما ما فاهم كلامي اول هذا الشي اللي الغربين يقولون هذا علماء الغرب يقولون يقولون الاستماع المتفهم يقتضي شنو انه اذا انا تحدثت وانت تقصد رد كلامي ما يخالف رد كلامي بس قبل ما ترد كلامي لازم تبدأ تكرر تقرر تحرر كلامي بيجاز ومو تحرر على كيفك لا لازم تحرر وتقرر وتكرر الى ان ارضى انا بعدين ردني هذا يخليك انت اولا صدق بتفاهم تستمع وقال لا ماكو ظابطة اقرب الناس لما يتناقشون الطرف انا هواي مبتلى بهاي الامور احتيلي ساعة ورا ساعة فاتكلم يقول افتهم انه ما فهم كلامي ابدا يردني ها لا حق لك انت تحرر تناقشني لا حق لك ان تتفوه بكلمة لا حق لك ان تنقض كلامي الا بعد ان ترضيني بتقرير حديثي هذا خب مو مو ظلم عليك هذا فاتقانون حتى انا اقل لنا افتهم انه انت افتهمت شنو وانا اذا ما قر ما رضيتني اصلا لا تحتي لانه انا ما اقبل كلامك انت ما فهم كلامي هذا ظلم انصافا منطقه هذا اشتركوا في القناة